أسبوعان على معارك كسر العظم بين حميتي والبرهان رغم إعلان هدنة العيد اشتدت وطيرة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالخرطوم في صراع اختار طرفاه أن يكون صفريا أنا موجود في عيض قيادة القوات المسلحة ولم أبارحها ولن أبارحها هذه هي مهنتي وهذا شرفي من أخرج إلا محمولا على نعش وفي ظل احتدام المعارك في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الاستراتيجية حيث يخوض المتناحرون قتالا داميا أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها للسماح بإعادة فتح المطارات لإجلاء الرعاية الأجانب الرعاية الأجانب إذن أصبحت ورقة جديدة يتنافس عليها المتصارعون لنيل رضا المجتمع الدولي ولفت أنظاره إلى هذا الصراع في ظل أداء فاتر من القوى الكبرى حتى بات إجلاء الرعاية شغلهم الشاغل دون النظر للدماء التي تسفك في السودان نقابة الأطباء السودانية ناشدت من جانبها المجتمع الدولي بوقف الصراع الدموي للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري وطالبت بالضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة بهدف تسهيل نقل الجرحى والجثث ومع دخول المعارك أسبوعها الثاني تتوالى التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة واصطى مخاوف من نفاذ المواد الأساسية من الغذاء والماء ما قد يخلف موجات لجوء كبيرة إلى الدول المجاورة بحسب تحذيرات الصليب الأحمر وفي ظل مخاوف من أن تطال النار ثوب باقي الولايات السودانية التي تعيش على شف هذا الصراع ولديها من المظالم ما يجعلها تنخرط في لعبة الحرب التي لا يدفع ثمنها إلى المدنيون واصطى صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر